رسالة إلى العالم في 2020 أنا بحرينية محظوظة بأنني جزء من هذا الكيان الذي يصنع إنساناً غير اعتيادي إنني طموحة بالقتل الذي يكفيني أن أحمل شرف كوني جزءاً من هذا الوطن أسعى دائماً لأن أمرز كيف أن وطني هو وطن للسلام والمحبة فهو منذ الأزل ملتقى الحضارات وهو مهد للخير الذي نعتبر نحن امتداده أعمل جاهدة لخدمة مواطني هذه الأرض أينما كنت حول العالم إنني مبعوثة للخير أفخر جداً حينما يقولون عني إنها دبلوماسية أتمنى أن أكون أهلاً لهذه الثقة لأن أحمل البحرين في صدري لأن أحفظها لأن أعكسها لأن أجعل من يراني يقول هذه هي البحرين وأشكر وطني وطني الذي خصص يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة في مجال العمل الدبلوماسي إذاعة البحرين بالتعاون مع إدارة الاتصال بوزارة الخارجية تقدم حلقة خاصة من برنامج حوار دبلوماسي أعداد وتقديم سبيك الشحي تنسيق ومتابعة وفاء خليفة أخراج راشد سند أحد أهم الإدارات في أي وزارة خارجية في العالم هي إدارة الاتصال فهي من يعكس للعالم صورة هذه الدولة وشكلها وهي المسؤول الأول عن البيانات الرسمية التي ترسم السياسة الخارجية لأي دولة كانت ولأن المرأة البحرينية لها فرص متكافئة في البحرين فإن مديرة إدارة الاتصال بوزارة الخارجية في وطننا هي مرأة بحرينية نفخر بها طبعا عملي في وزارة الخارجية خصوصا في مرحلة ما كنت مسؤولة عن ملف حقوق الإنسان أو أعمل في هذا الملف وجدت نفسي معجبة جدا ومبهورة حقيقة بالإنجازات اللي لدينا إحنا في ملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان شرف جدا كبير لا يوصف أن أنت تكون مترجم في هذه القمة أمام جلالة الملك حفظه الله ورعاه وقادة دول مجلس الدعاون هذا يدل على شيء يدل على إيمان نبوزات الخارجية بقدرات الشباب البحرينية بدأت الدكتورة أروى مشوارها العلمي في جامعة البحرين وبالتحديد حينما تخرجت وهي تحمل بكالاريوس اللغة والأدب الإنجليزي وبعد ذلك حصلت على شهادة الماجستير في السياسة والإعلام من جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة وشهادة الدكتورة عن موضوع تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة في البلدان الإسلامية من جامعة سندرلاند وأما مشوارها العملي فقد بدأ في 2005 في السلك الأكاديمي بجامعة نيويورك للتكنولوجيا ومن ثم التحقت في عام 2006 بوزارة الخارجية كسكرتير ثاني في إدارة العلاقات الثنائية ثم انتقلت في 2008 للعمل بمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية وأصبحت مسؤولة عن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان أما في 2009 فكانت التجربة في تمثيل البحرين خارج أراضيها إذ تم تعيينها مستشارا في سفارة البحرين في أنقرة وبعد عودتها للبحرين في 2016 أصبحت قائما بأعمال مدير إدارة الاتصال ومن ثم أصبحت مديرا للإدارة في أكتوبر من العام 2017 كانت للدكتورة العديد من الاهتمامات بجانب عملها فهي لديها اهتمام كبير بالقراءة والكتابة واللغات فقد نشرت العديد من المقالات في الصحف المحلية ولها مجموعة من الإصدارات والتي تتمثل في مجموعة قصصية بعنوان للقلب قصص أخرى وكتاب في علم النفس بعنوان ما بين هذا وذاك تم اطباعتهم عبر المؤسسة العربية ببيروت كما أن للدكتورة أيضا نشاط جميل في مجال الأعمال التطوعية لسيما في مجال الطب والتوعية النفسية وهي كذلك تجيد اللغة التركية نرحب معكم بسعادة السفير الدكتورة أرواح حسن السيد علي إبراهيم مدير إدارة الاتصال بوزارة الخارجية يهلا ومرحبا فيكم مستمعين في حلقة يديدة من برنامج حوار دبلوماسي وحلقة هذا اليوم مميزة لأن ضيبتنا هي مرأة دبلوماسية نفخر فيها نسمح فيها كثير من خلال وجودها في إدارة الاتصال كمديرة لهذه الإدارة الهامة في وزارة الخارجية رحفيج سعادة السفيرة الدكتورة أرواح سيد مديرة إدارة الاتصال بوزارة الخارجية ويهلا ومرحبا في برنامج حوار دبلوماسي يهلا ومرحبا وأنا شكرا لكم جداً للاستضافة ويسعدني وشرفني أكون معاكم في هذا البرنامج المتميز أمانت أننا فخورينك يا شباب أنت شعبة بحرينية وتديرين إدارة هامة في وزارة الخارجية وهي إدارة الاتصال بدنا نتحدث معاك منذ الانطلاق منذ البدايات والطفولة النشأة التعليم الأساسي كيف كان كل هذا في حياة الدكتورة الرواح سيد بالحقيقة نشأت في بيت للعلم في قدسية خاصة والدي ووالدي عملان في سلك التربية والتعليم فوالدي كانت مديرة مدرسة ووالدي وكيل مساعد في وزارة التربية فللعلم والدراسة يعني حصة كبيرة في المنزلي ولأخوتي والقراءة طبعاً نصيب كبير يعني فيما بعد الدراسة من حياتي فأنا هاوية للقراءة قضايا السنواتي طبعاً ما بين الدراسة والكتب والقراءة وطبعاً أكيد هناك الوقت الخاص كجميع الأطفال للهو واللعب والقضاء الوقت مع العائلة وغيرها لكن المهم اللي أريد أركز فيه في طفولتي يمكن الشي اللي أعتقد هو اللي ساعدني بعدين في استكمال دراساتي العليا وصولاً إلى الدكتورة تشجيع والدي دائماً المستمر على القراءة بكل أنواعها يعني ما كان فيه يعني في كل منزل فيه رستريكشنز مثلاً على أمور معينة وكذلك في منزلي لكن في القراءة كان المجال اللي مفتوح هو الشعر هو أدب هو روايات وحتى كنت صغيرة مثلاً أقرأ بعض الكتب مثل الكتب مثلاً العقاد أو طه حسين وأنا في عمره صغير يعني ربما في الإعدادية أنا ما كنت أفهم يمكن حتى الكلام اللي كنت أقرأ في ذاك الوقت لكن أعتقد اللي كنت أقرأه هو الذي خلاني أشعر دائماً أن أنا في حاجة مستمرة للعلم لنهل المزيد لتعلم أكثر ولا أزال طبعاً إلى هذا الوقت أشعر أني مهما تعلمت فأنا لا أزال يعني لم أتعلم شيئاً هذا الشعور بالفعل يجب أن يكون وجود عند الإنسان شغوف وسعارتش يعني إنسان شغوفه بالعمل الإعلامي بالعمل الدبلوماسي ولكن هل هذا الوجود بالقطاعين كان باختيارك أم أن الصدفة هي من وضعتك في هذا الدرب شوفي عزيزي يوم خلصت المدرسة طبعاً أنا تخصصت في كنت في الأدبي ذاك الوقت في مسار علمي ومسار أدبي وتجاري أنا كنت في الأدبي لأني مثل ما تكلمنا يعني أهول الأداب والقراءة بعدين وجدت نفسي أن في الجامعة رغم من تأسيسي أكثر باللغة العربية بغيت أني أدخل في الأدب الإنجليزي لأطلع أكثر أطور من لغتي وأطور من اطلاعي على الثقافات الأخرى والحقيقة درست البكالوريوس في جامعة البحرين برغبة مني طبعاً أن أدرس هذا التخصص في الأدب الإنجليزي وليفتح لي طبعاً آفاقي وأبواب كثيرة للتعرف على نوع آخر من الأدب ونوع آخر من الثقافة الحقيقة التجربة كانت جداً مهمة في جامعة البحرين جامعتنا الوطنية نفتخر ونعتز فيها وبإساتذتنا الموجودين فيها طبعاً واللي كان لهم فضل طبعاً في تأسيسي في تلك المرحلة ولكن بعد ما خلصت من دراسة الأدب الإنجليزي بغيت أني شوي أعمل شيء آخر أنا من نوع اللي عندي مثلاً ميول في أكثر من تخصص بالضبط فوجدت نفسي أريد أن أدرس شيء لعلاقة أكثر بالإعلام والسياسة وهنا قدمت مباشرة على المملكة المتحدة قدمت مجسير في الإعلام الجماهيري والسياسة وتم قبولي وهناك بدأت محطة أخرى يعني في حياتي العلمية المحطات في حياتنا أكيد تترك فينا أثار كثيرة وخصوصاً تجربة الدراسة في الخارج أضافت لك أكيد وأضافت للكثيرين اللي خاضوا هذه التجربة كيف تصفين تجربة الدراسة في المملكة المتحدة؟ صحيح يعني غير العلم اللي تتعلمين لما تكونين في الخارج مثلاً في أحد الجامعات المعروفة وتكسبين العلم أنت تكسبين كذلك شيء آخر وهو التعرف على الثقافات ففي المملكة المتحدة أنت مو فقط ستتعرفين على الشعب الإنجليزي مثلاً الموجود هناك بل هناك العديد من الشعوب من كل أنحاء العالم سواء تعمل أو سواء تدرس وإلى آخره فالإنسان الاجتماعي هذه فرصة كبيرة له أنه هو يجد يعني انفتاح على ثقافات أخرى أديان أخرى سيرى كم العالم متنوع كم الدنيا هذه كبيرة وكم إحنا مختلفين هذا أتصور سبحان الله هذه المحطة فادتني جداً في عملي الدبلوماسي لأن أنت كذلك لا يمكن أن تكون دبلوماسي ناجح إلا إذا أنت كنت منفتح على الآخر ومتقبل للآخر بالعكس تريد أن تنقله من شخصيتك ومن بلدك وثقافتك وكذلك تعرف عنها وتعرف عن ثقافتك وعن شخصيتك فأنا أقول تكسب العلم وتكسب كذلك التعلم من الثقافات الأخرى لما تكون في الخارج دول فعلاً معرفة لها دور كبير ودراسة الدكتورة كانت في موضوع جداً مهم موضوع حساس نوعاً ما وهو حقوق المرأة ودنا نتحدث عن هذه التجربة وخصوصاً أن أتخذتها في سن مبكرة نوعاً ما لكن ما شاء الله يعني هذا الشيء جاء نتيجة لعملتش المتواصل الخبرة اللي نهلتيها من مختلف القطاعات اللي عملتي فيها طبعاً عملي في وزاية الخارجية خصوصاً في مرحلة ما كنت مسؤولة عن ملف حقوق الإنسان أو أعمل في هذا الملف وجدت نفسي معجبة جداً ومبهورة حقيقة بالإنجازات اللي لدينا احنا في ملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وكوني أمرأة وهذا طبعاً مجالي همنا جميعاً كنساء وكون قراءاتي مبكرة كذلك في مجال المرأة سواء الروايات أو المسرحيات أو القصص اللي كانوا كاتباتها دائماً النساء وكنت أنا أقرأ لهم خلى عندي يعني هاجس أن هذا الموضوع أتعمق فيه أكثر فاخترت دراسة تطبيق الاتفاقيات الدولية في الدول المسلمة والبحرين أخذتها كمثال اتفاقية السيداء وطبعاً هي اتفاقية معروفة في مجال حقوق المرأة فشفت كيف احنا في مملكة البحرين انطبق هذه الاتفاقيات الدولية مع الحفاظ طبعاً على خصوصيتنا على ثقافتنا على سيادتنا والبحرين فعلاً أثبتت أنها دولة قادرة على أنها تفي بالتزامات الدولية أمام المجتمع الدولي وفي نفس الوقت تحافظ على خصوصيتها وعلى ثقافتها وعلى ثقافة الشعب وعلى الدين هذه الموازنة الموجودة في مملكة البحرين هي شي جداً نفتخر في شي صعب تحقيقها حقيقة في العادة لكن مملكة البحرين استطاعت أنها يتحقق طبعاً الدراسة كانت متعمقة خصوصاً أنها كانت دراسة دكتورا وتطبيقتك أو دراستك لأمر قامت بها مملكة البحرين بالفعل يمكن جعلت تصلين إلى مجموعة من النتائج اللي نحتاج أن نطبقها على أرض الواقع بدنا نتحدث أكثر عن طبيعة الدراسة عن النتائج اللي وصلت إليها الحقيقة قمت بسيرفي أو استطلاع يسمونه يمكن أكثر من 550 عينة وقت دراسة دكتورا يمكن كان خمس أعوام يعني خلصها في 2015 المهم يعني بالإجمال نتيجة الدراسة لما سألت في الاستطلاع أنتو النساء في البحرين منختلف القطاعات بتوزيعها ربات بيوت عاملة طالبات إلى آخر طبعاً هو استطلاع مفصل بس أنا بعطيتش الخلاصة يعني هل أنتو تشعرون أن في البحرين نديكم حقوقكم هل تشعرون في البحرين أن إحنا عندنا تقصير نوعاً ما في مجال ما هل تريدون أكثر من 90% كانوا مقتنعين أن أنا في مكتب بحرين عندي حقوقي كامرأة وهذه فعلاً شيء لما كنت أناقش البحث يعني في مع المشرفة الخاصة بي وفي الجامعة أقول لهم هذا الاستطلاع يعني يري أن الناس من نفسها ترى بأن التشريع أن الدولة أن المجتمع حتى وثقافة المجتمع أعطي المرأة حقوقها اللي هي تحتاجها طبعاً في كل مجال إحنا نحتاج لتطوير وتحسين أي دولة لديها أساس قوي هي الدولة اللي تطور وتحسن وهذا الأمر اللي إحنا في البحرين الحقيقة دائماً نسعى إلى التطوير فهذه هي النتيجة الرئيسية اللي طلعت فيها أنا من البحث ارتياح كبير حقيقةً كان من وضع حقوق المرأة ووضع المرأة خلينا نقول بالإجمال في مملكة البحثين الحمد لله نحن في أرض تقدر المرأة الحمد لله أيضاً يعني إلى جانب عملت الدبل موسي نعلم أن لديك عديد من الهوايات مثل القراءة الكتابة خلينا نتحدث عن القراءة في البداية وكيف أثرت القراءة على طريقة تفكير وطريقة حياتك لما نقرأ فأحنا أنا أؤمن يعني نعيش أكثر من حياة لأن أنا لما أقرأ في الأدب الروسي أو الأدب الإنجليزي أو حتى في الأدب العربي أقرأ لكتاب من مصر ومن لبنان والعراق وسوريا أنا مش بس قاعدة أقرأ الرواية أو الشعر أنا قاعدة أطلع على ثقافة شعب على تاريخ شعب يعني أنا بقول أن معلوماتي في التاريخ مثلاً في أوروبا أو في في روسيا أو الوطن العربي جاءت أكثرها حقيقة مش من دراسة كتب تاريخ بل من قراءة روايات وقصص في هذا المجال فالقراءة تخليش مطلعة على ما يدور حولك ليس فقط الآن بل حتى من مئات السنين بطريقة ممتعة بطريقة سلسة يعني الواحد يمكن لو يدرس ثقافة شعب كدراسة أو ياخذ التاريخ ككتاب تاريخ رح يتشتت ويملو ويقرأ لكن لما يقرأها كرواية فهي فعلاً ترسخ في باله فأقدر أقول كذلك أن قراءاتي يعني تأثرت كثيراً بقراءاتي لغادة السمان بقراءاتي لجبران خليل جبران لتوفيق الحكيم أسماء كثيرة يمكن الآن ما تحضرني والشي المهم اللي أقوله أني الحمد لله قرأت كثيراً لما كنت في مرحلة الدراسة والمرحلة الجامعية لأنه هي المرحلة اللي فيها الواحد يعني ترسخ في دهنه الأفكار أو الأشياء اللي تعلمها بعدين فعلاً لما الواحد يدخل في العمل يتمنى يصير عنده ذاك الوقت يحاول من الحين للآخر أنا أحاول أني أحافظ على هذه الهواية وأني أقرأ لكن حقيقة أنا مستندة أكثر للأشياء اللي كنت أقرأها في الوقت اللي كنت فيها أقرأ جداً يعني في السابق جميل جداً وتوقع هذا الأمر وحبت وشغفت بالقراءة ادفعت إلى أيضاً حب وشغف الكتابة كيف انطلقت هذه التجربة في صدارة أتوقع مجموعة من الصدارات المقالات والقصص اللي تم نشرها بالصحف المحلية وأيضاً لك كتاب يضم مجموعة قصصية يعني هذا العالم هو عالم جميل جداً أنا حقيقة ما أعتبر نفسي كاتبة محترفة يعني أنا الكتابة لي بالنسبة لي هي هواية هي متنفس هي طريقة أعبر فيها عن أفكار يعني عن مشاعر عن ما أرى ما أسمع كل إنسان طريقة للتعبير وأنا أجد الكتابة لذلك بقول أن من محاولاتي كانت كتابة مجموعة قصصية قصيرة اسمها القلب قصص أخرى طبعتها في بيروت ومقالات كانت تنشر في ذاك الوقت في صحيفة الوقت وفي صحيفة الوطن كنت من الحين إلى الآخر خصوصاً أيام دراستي الجامعية أحب أكتب مقالات في تشجيع دائماً في مملكة البحرين الشباب فتنشر المقالات والقصص وتأخذ على محمل الجد كتبت أيضاً عندي اهتمامات للجوانب نفسية فكتبت مؤخراً من سنتين تقريباً كتاب أيضاً في المجال النفسي يعني أنا أجد نفسي رغم حبي الكبير جداً لعملي بالمجال الدبلوماسي إنه حلو الإنسان يكون عنده كذلك يعني ميول وهوايات أخرى ينميها ما يخلي العمل يعني ينسي كل الأشياء الأخرى اللي هو كذلك يحب أنه يعني يبذل فيها أو يعطي فيها بالفعل قبل انضمامت الوزارة الخارجية كانت تجربة في التدريس واستمرت ما شاء الله لمدة تقريباً نقول عشر سنين أقل شوي أقل شوي أقل شوي وأقل كانت بس كنت في جامعة نيويوركية والجامعة العربية مفتوحة كذلك وننتحدث عن هذه التجربة دكتورة والوجود في الصف كأستاذ الحقيقة لأنه مثل ما تكلمنا أنا لأنه نشأت في بيت كل يعني جميع في يعملون في سلك التعليم والدي ووالدتي وحتى أخي الكبير وجزء كبير من عائلتي فالتعليم عندي هواية وباشن مثل ما يقولون وشغف وكنت ربما لو لم أكن في المجال الدبل الماسي اللي اخترت المجال الأكاديمي لأنه وقوفي أمام طلبة في صف وشعوري بأنه أنا قاعدة أغير شيء ولو بسيط في تفكيرهم أعلمهم لو شوي بسيط طريقة فكرة جديدة أو ألفت نظرهم لشيء في الحياة هذه حقيقة من أكثر المشاعر اللي أنا كنت أستمتع فيها فالتعليم حقيقة اللي حبه أعتبره من أكثر المهن المشرفة والهامة واللي أنت مو أنت تربين جيل وتغيرين طريقة تفكير جيل وإلى آخره وكنت أسعد لحظات حياتي لما أدخل الكلاس والطلبة هناك يكونون منتظريني ويقولون يعني كنا ننتظر الدرس فالتفاعل بين الأستاذ والطالب لما الأستاذ يحب يحب الشيء اللي قاعد يقوم ب واللي شيء قاعد يقدره الطالب بيشعر بهالشي وبتفاعله فهي من أجمل مشاعر من أجمل التجارب طبعا هي تجربة التعليم طبعا في حياتي أكيد تجربة لا تنسى بلا شك وأيضا من التجارب اللي لا تنسى بلا شك هي تجربة انضمامت لوزارة الخارجية في 2006 انضميتها إلى الوزارة كسكرتير ثوني في إدارة العلاقات الثونية في هذا العام كيف كانت تجربة الانضمام كيف كانت الانطلاقة والبداية فعلا التجربة كبيرة هي أهم تجربة في حياتي المهنية انضمامي وتشريفي بالانضمام لوزارة الخارجية كانت حاصلة وقتها على الماجستير عائدة من بريطانيا وتم تعيني في إدارة العلاقات الثنائية في ذاك الوقت هي الإدارة التي تعنا بكل الدول الغربية يعني علاقات مملكة البحرية مع كل الدول الغربية عملت مع الدكتور ظافر أحمد العمران واللي أسسني وكانت تجربة جديدة بمعنى أن تتعلمين كيف تكتبين محظر اجتماع كيف تحضرين لجان وتدخلين مفاوضات تحضرين اجتماعات مع السفارات يعني تكونين في قلب الحدث السياسي في مملكة البحرين وأنا في ذاك العمر الصغير يعني الأحداث اللي كنتي تشوفينها في التلفزيون يعني تشوفين نشرة الأخبار تشوفين نفسك أنا أنا الآن في عملية صنع الخبر أو صنع السياسة فكانت شي حقيقة جدا مبهر ووجدت نفسي أن عادي المكان فعلا أنا يعني أنتمي له وأشعر بالانتمال الفداية تكيد لابد أن يكون معانة فيها أصحاب ومن الأشخاص اللي كانوا معانة على الخط الأستاذة بدور صلاح وهي مستشارة حاليا بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية مساتش الله بالخير أستاذ بدور يا هلا مساء النور حياتش الله ونورتين وشرفتين في برنامج حوار الدبلوماسي اليوم اليوم نحن متشاربين بكم أنت الدكتورة أروى وأيضا بيتش تاذة بدور ودنا نتحدث عن البدايات وفترة انضمامكم لوزارة الخارجية والعمل مع سعادة السفيرة والدكتورة أروى لما كنتوا بالتحديد في إدارة العلاقات الثنائية اي نعم بدأت معرفك الفعلية بالدكتورة أروى لما كلف متماقلتي إدارة العلاقات الثنائية تحت إدارة سعادة الدكتور بافر أحمد العمران واستمر عملنا معنى في الإدارة لمدة ثلاث سنوات تقريبا إلى الحين نقلي أنا إلى البيعث قدام ملكة البحرين لدى مكتب الأم المتحدة بجنيف ونقل الدكتورة أروى إلى تفرط ملكة البحرين في أنقل قبلها كانت معرفتي بالدكتورة أروى فضحية وما تتعدى كل زملاء في جمعة البحرين بكلية الأدوك لكن بعد انضمامها الوزارة الخارجية نشأت صداقة جميلة بينه وبينها تستمر لليل يوم طبعا على الرغم من بتعودنا عن بعر لسنوات عديدة بسبب العمل من الأيام الأولى كان بإمكاني أني أحس بشغفها وأخلاقياتها سواء في العمل أو في حياتها الخاصة مع مرور الوقت لقيت يعني لقيت في الدكتورة أروى مثال ونموذج لامع صاهم في رفع مكان التدموذي البحريني تعزيز مسيراتها يعني على قفة المستويات طبعا هذا إلى جانب كونها قدوة للفتاة والمرأة البحريني لتطبح في الانضمام إلى مجال عمد النواتي بسبب مسيراتها المتنائج وأنا أكيد لي الشرف أني أشتغل مع الدكتورة أروى في بداياتي طبعا ويعني أنا سعيدة جدا أني أشوفها اليوم سفيرة ومديرة إدارة الاتصال في قدرة الخارجية أكيد نتمنى لكم كل التوفيق عزيزتي بدور أنا الشرف لي حقيقة أن أنا اشتغلت معاتش أنتي مثال للمرأة البحرينية نفتخر فيها بدور مثل ما ذكرت اشتغلنا مع بعض في إدارة العلاقات الثنائية عمل كثير لكن وجود بدور خلى العمل في متعة وفي بهجة أن أنتي تعملين مع الزملاء رغم ضغط العمل هما في نفس الوقت أصدقاء نرفع معنويات بعض نساعد بعض التيمورك بمعنى الحقيقي هذه نعمة حقيقة كبيرة وبدور اشتغلت في جنيف في بعثاتنا الدائمة هناك في مجلس حق الإنسان لسنوات عديدة والكل يشهد لها بإنجازاتها يعني أحد أهم البعثات وأهم الملفات في جنيف كانت الأخت بدور مسؤولة عنها فالحقيقة مش أنا اللي فخر للمرأة البحرينية هي كذلك نموذج كبير نفتخر فيه الحقيقة وأتمنى أن الكثير من دبلوماسياتنا يكونون مثل الأخت بدور صداقتها وزمال التعفزات الخارجية هي مكسب حقيقة وإنا جدا أشكرها على هالمداخل الجميل الحقيقة اللي يعني أتشرف فيها طبعا شرفتين ونورتين أستاذ بدور في برنامج حوار دبلوماسي شكرا 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 كم معنا على الخط الأستاذ بدور صلاح مستشار بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية نواصل نواصل حديثنا معاتش سعادة السفير الدكتور هاروى السيد وأكيد بنتحدث أكثر وأكثر عن عملكم في وزارة الخارجية البداية كانت في إدارة العلاقات الثنائية بالوزارة تعلمت كثير من هذه التجربة يمكن ذكرتي وذكرت أيضا الأستاذ بدور هذه البدايات وقالت أن افتركت بعد سفركم إلى سفرها إلى جنيف وسفرت إلى أنقرة ولكن قبل هالشيء انتقلتي إلى العمل في ملف حقوق الإنسان في مكتب وزير الدولة ودنا نتحدث بشيء من التفصيل عن هذه المرحلة اللي مهرت اللي بتعوثت في أنقرة صحيح مرحلة العمل في ملف حقوق الإنسان كذلك محطة جدا مهمة في حياتي المهنية في ذاك الوقت طبعا أنا كنت محظوظة بإني أكون ضمن الفريق اللي كان مسؤول عن كتابة تقرير البحرين الأول للمراجعة الدولية الشاملة للحقوق الإنسان المراجعة الدولية الشاملة هذه أو الاستعراض الدولي الشامل هذه كانت آلية جديدة في ذاك الوقت في 2007 أن يختارون دول تدرس وضع حقوق الإنسان على أراضيها في كافة المجالات وتقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان البحرين كانت أول دولة على المستوى العالم تقدم هذا التقرير بالقرعات بالضبط بالضبط فتجربة جديدة تحدي كبير والبحرين نجحت فيه طبعا بكافة المستويات كتابة التقرير لا أزال إلى الآن أذكرها ما كانت مجرد أن نجلس في المكتب ونجمع معلومات ونكتبها قمنا كنا فريق مكون من عدة أشخاص أول جهلهم طبعا جميعا تحية وكان وزير الدولة كذلك هو المسؤول عن الملف نذهب في زيارة ميدانية للجميع الجميع المعنيين سواء جهات حكومية أو جهات أهلية جمعيات المرأة الطفل الجمعيات السياسية وإلى آخره نشاورهم ونقول لهم شنو رأي الوضع ترون شنو التوصيات شنو المقترحات وإلى آخره ونأخذ هذه المعلومات ونضمنها في التقرير فالتقرير كان مميز لأنه كان بمشاركة كافة المعنيين بكامل الشفافية والدقة ولذلك حظى على إشادات وكان فيه طبعا توصيات وهي الآلية كذلك أن التوصيات تطلع بعدين من المجلس أن يتم تنفيذها والبحرين عملت ولا تزال تعمل والآن طبعا وزارة الخارجية مسؤولة عن هذا الملف والجميع يعرف دون أن نعيد النجاحات الكبيرة اللي قادة تحقيقها مملكة البحرين في هذا الملف بالذات اللي هو إحنا من بداية نهج الإصلاح اللي جلالة الملك حفظها الله ورعاه وإحنا نحقق الإنجاز تلوى الآخر في كل المجالات وحقوق الإنسان طبعا من أهمها فيشرفني أني أنا كنت جزء ولو بسيط جدا من أني أنقل الصورة الحقيقية لوضع حقوق الإنسان وصورة مشرفة حقيقة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إحنا بهذا الأمر كيف نكون فخورين فيك بكل العاملين على هذا الملف الحقيقي الملف الهام اللي البحرين تبنته وأحسنت فيه بنتحدث أكثر عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين وأبرز الإنجازات من واقع عملكم في هذا الملف بالتحديد إنجازاتنا في مجال حقوق الإنسان أعتقد يعني يشهد لها القاسي والداني هي ليست بخفية على أحد لأننا أحنا في مملكة البحرين ومنذ بداية النهج الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله قاعدين نحقق هذه الإنجازات برؤية يعني هي جاءت نتيجة رؤية وتصميم وعمل حقيقي على أرض الواقع فهي ليست مجرد عملية تقديم تقارير هي مسألة واقع نعيشها إحنا في جميع المجالات والتنمية والإزدهار اللي إحنا قاعدين نشوفها في البحرين هو نتيجة لهذا العمل المخلص والرؤية الواضحة للقيادة فأعتقد بأنه الإنجازات كثيرة لا يسعني المجال لأن أحصرها الآن بل هي إنجازات يعلم عنها الجميع سواء في ملف حقوق الإنسان أو كافة مجالات التنمية في مركة التجربة التالية كانت تجربة الابتعاث أو السفر والغربة المرة الأولى كانت للدراسة في بريطانيا والمرة الثانية كانت لأنقرة للعمل بالتحديد كنتي في بحثات مملكة البحرين في أنقرة كيف كانت رحلة العمل هذه وكيف تقبلت خبر الابتعاث كنت سعيدة جدا بإني أبتعث للعمل في الخارج لأنه هذه في حياة أي دبلوماسي محطة جدا مهمة في تأسيس يكون في وزارة الخارجية لكن عمل الدبلوماسي أعتقد من وجهة نظرية كتمل عندما نعمل كذلك في الخارج فنعرف طبيعة العمل في الداخل وفي الخارج الجميل في العمل في الخارج طبعا هو تحدي آخر جميل وصعب في نفس الوقت لأنه أنت هناك لوحدك فأنت لازم تأسس حياتك الكاملة الاجتماعية والعائلية بالإضافة لأنك تركز على حياتك المهنية هناك وأنه أنت تجعل البحرين حاضرة في كل سكناتك وتحركاتك يعني إحنا نذهب إلى هناك نضع أمامنا مصلحة مملكة البحرين ونقل الصورة المشرفة للمملكة البحرين وكيف إحنا ممكن نستفيد أو مملكة البحرين حقيقة هي التي تستفيد من علاقاتنا مع هذه الدول فلما تكون دبلماسي في الخارج أنت هي مسؤولية كبيرة لأن أنت لما تكون ليس فقط أوقات الدوام الرسمي بل حتى خارج أوقات الدوام الرسمي الكل يعرفك أنت دبلماسي من هذه البلد فالكل فتحس أن المسؤولية أنت تحمل بلدك في تصرفاتك في تحركاتك في كل مكان فلما الناس تشوفك ما بيقولون أن هذه أروى لا بيقولون هذه الدبلماسية البحرينية يعني تخيلي حجم المسؤولية والتشريف طبعا في نفس الوقت فالواحد يتمنى دائما لما يكون في الخارج أنه هو ينقل صورة بلد عاداتنا تقاليدنا تقافتنا أخلاقنا نحن كبحرينيين للخارج بشكل مشرف بالفعل تعلم اللغات في حياتك أضاف الكثير للتجربة الدبلماسية وأمانة لما اقتربت منكم في دارة الاتصال أعجبني وأبهرني كيف أن البحرين تسعى أن أغلب دبلماسيين يمتلكون اللغات المتعددة حتيننا عن تجربة تجمع اللغات الأولى يمكن في اللغة الإنجليزية بجدارة وتميز اللغة التركية حتيننا عن هذا الأمر طبعا التأسيس باللغة العربية وهو شي أفتخر فيه وأعراض جدا مهم قبل ما أتعلم اللغات الأخرى الجدا مهمة أننا كدبلماسيين نحافظ على لغتنا العربية هي لغتنا الأم هي لغة هويتنا وبعدين يجي طبعا الأهمية تعلم اللغات لأن اللغات تفتح لتشلباب للتعرف الشعوب الأخرى وتخليك أقرب للمجتمع اللي أنت فيه فطبعا تعنيمي باللغة الإنجليزية بعدين كان واللغتي الثانية وجاء بعدين تعلمي للغة تركية عندما كنت في السفارة في أنقرة لسببين الأول أنا أحب أعتمد على نفسي دائما في بلد مثل تركيا الغالبية لا تتحدث اللغة الإنجليزية فتعلم اللغة تركية رح يسهل كثير أمور حتى في حياتي ومعاملاتي اليوميا ثانيا هو يخليك أقرب للناس أقرب للاطلاع على تفكيرهم ثقافتهم طريقة حياتهم حتى أنت تعرف أكثر عن هذه البلد فأنت فيه فرصة إذا أنا فقط أتكلم اللغة الإنجليزية هناك ما رح يكون عندي فرصة أني أقترب من كافة شرائح المجتمع والناس وفي مثل تركي تعلمت هناك يقول بير دل بير إنسان إكي دل إكي إنسان بمعنى لسال أو لغة واحدة هي إنسان واحد لغتين هي إنسانين فأنت لما تتعلم لغات أكثر كأنك تصبح أكثر من شخص في نفس الوقت وهذه حقيقة يعني يصير عندك قدرة أنك تتأقلم مع مختلف الشعوب والأشخاص والثقافات طبعا 2015 كان هو عام العودة للبحرين حرتيننا عن هذه العودة وما هي الرؤى والأمال والأحلام اللي حملتها معات من تركيا للبحرين الحقيقة الواحد بعد ما يعني عمل في الخارج للسنوات يشعر في مرحلة ما إنه خصوصا بعد ما حسنا أدى وأعطى قدر ما يمكن إنه هو الآن ربما حان وقت العودة وهذا فعلا ما كان كنت أريد أن أعود وأنا طبعا عتم تركيا يعني كنت يعني محظوظة أني أنجبت أبنائي هناك فأعت بعائلتي يعني أعت بأبنائي الصغار في ذاك الوقت إلى مملكة البحرين لنكمل حياتنا هنا وكنت أريد أن كذلك أبتدي شي جديد أنا من النوع اللي صح كل عملي في وزارة الخارجية بس مثل ما تلاحظين إنه كل فترة تكون في ملف مختلف وشأت الظروف طبعا إنه أنا أنتقل للعمل في إدارة الأتصال في عام 2016 هذه محطة جديدة أو شي جديد أنا قمت بإدارة الخارجية تسلمت منصب القام بإعمال إدارة الاتصال في هذا العام يعني سريعا فكيف كانت الانتقال من العمل السياسي للعمل الأعلامي نعم أنا يعني ما بقول أني انتقلت تماما من السياسي للإعلامي لكن كنت كيف أوظف العمل الإعلامي في خدمة اللي عملنا السياسي في ذات الخارجية والترويج لسياستنا الخارجية كان فعلا تحدي جديد قاعدة أتعامل الآن كنت يعني في إدارة الاتصال مع مختلف وسائل للإعلام نتابع الأخبار اللي تهمنا إحنا في ذات الخارجية راصد نشر أخبار ولكن العمل الإعلامي مش بس مجرد راصد أو كتابة أخبار كما يظن الكثيرون هي عمل على أن أنت كيف تروج للسياستك الخارجية بأكثر طريقة فاعلة أكثر طريقة جاذبة للجمهور في الخارج خصوصا اللي تابعون حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي طبعا من داخل موقف البحرين ولكن الأكثرية من الخارج ففي تحدي كبير أن أنت تنقل بأكثر طريقة فاعلة الإنجازات لديبلوماسيتك البحرينية أنت قاعد تحققها فكان ذلك من اليوم الأول هاجسي يعني أنا كيف أطور العمل الإعلامي في إدارة الاتصال بذات الخارج والمقترب من إدارة الاتصال يجد أن أغلب الأشخاص اللي يعملون في هذه الإدارة هما من العناصر الشابة والعناصر المبدعة بدنا نتحدث عن هذه المرحلة أبرز التحديات اللي واجهتكم في تأسيس أعلام حي ومتفاعل وقريب من الجمهور في ذات الوقت بالضبط أنا حظيت طبعا على دعم كبير من الوزارة في أني أبحث عن العناصر البحرينية الشبابية اللي أنا فعلا أفتخر فيها في الإدارة والشباب خارجين جامعاتنا جامعة البحرين أغلبيتهم طبعا الموجودين هم اللي يقومون بهذا العمل الجميل اللي الناس تشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي أو على كافة المنصات أنا فخورة لأن عادة الناس تعتقد أن نحن نسوي الكثير من الحملات التروجية مثل ما تعرفين الفيديوهات البوست انفوغرافيكس هالأشياء الحديثة في مجال الإعلام الناس تعتقد أن هذه الشركات فأنا أفتخر دائما أن أنا أقول لا هذين شباب بحرينيين هم اللي قاعدين يقومون بهذه الحملات الإعلامية اللي أنتوا قاعدين تشوفونا فهذا الشي أنا جدا أفتخر فيه والكريدت طبعا يعود لهم التحدي الأكبر اللي أنا كان أمامي فيه لما عملت في دارة الاتصال والأزال أننا إحنا في وزارة الخالجية تعرفين طبيعة عملها عمل سياسي فأكثر يعني الناس ما تميل لمتابعة الأمور السياسية خصوصا خلينا نقول شرعح الطلبة الجامعيين وإلى آخر أنا كنت أريد أن أخلي مش بس المهتمين بالشأن السياسي يتابعون أخبار الوزارة الخارجية أو المواد الإعلامية ناتج عنها لكن نصل للجميع وهنا عملنا على عملية إعادة تغيير وأنتاج المحتوى هنا يمكن تتكلمين عن تبسيط المعلومة بعيدا عن تسطيحها وهذا يمر بالفعل في غاية الصعوبة فأحنا نحييكم على جهودكم في إدارة الاتصال من الأمور الجميلة واللي من المفت نحنا نتكلم عنها يمكن تتشينكم وإشرافكم لأول حملة سفر لوزارة خارجية ومملكات البحرين لتهدف لنشر الوعي بنصائح السفر للمواطنين البحرينيين هي أمنوكم الله يمكن شفناها كلنا في وسألت أوصل اجتماعي في التلفزيون في الإضاعة حارفيننا عن هذه التجربة وكيف وجدت وتفاعل الناس معها نعم بالضبط يمكن هذه السنة أول سنة بسوجة أحد كورونا ما قدر نسوي أمنناكم والله طبعا لكن سنويا منذ العام 2018 كنا نطلق هذه الحملة على كافة المنصات مرة ثانية بقول أن العمل عليها سواء محتوى أو إنتاج إعلامي فيديو وغرافيكس كان يتم من الفريق في الوزارة أو الإدارة محتوى يكون جاذب يعني مش مجرد أن نعطي بس نكتب أن نلتزم بكذا فعل كذا يعني المحتمل الجامد هذه حاولنا وإن شاء الله نكون قدرنا استطيعنا نكسرها نخلي نسوي فيديوهات قصيرة للسوشال ميديا تجذب الناس تخلي الناس تلتزم بهذه الأرشادات نسوي إنفوغرافيكس نحط مثلا ننشر طبعا أرقام سفاراتنا الدائمة اللي على مدار الساعة للتواصل تعاوننا مع مطار البحرين دولي في عرض إرشاداتنا هنا طبعا الإذاعة وتلفزيون البحرين ما قصروا كانوا دائما يروجون لهذه المواد فكانت هذه الحملة سنة عن سنة تتطور ولله الحمد وسمعنا الردود أفعال جدا حلوة الحمد لله من الناس استفادوا من الحمل مواتنا المتابع للإنستجرام لوزارة الخارجية يقدر يشهد حجم التفاعل وأيضا حجم العمل اللي تقومون فيه لما تنتجون هذه المواد على سبيل المثال الذكر دعينا نتحدث عن أول نشرة دبلوماسية لوزارة الخارجية في 2017 شرتوها بلغتين عربية وإنجليزية كيف جاءت لكم هذه الفكرة وكيف عملتوا على تطبيقها نعم لأن العمل الدبلوماسي ما شاء الله في مملكة البحرين كبير وهناك الكثير من التحركات المتسارعة فالواحد قد تفوت الأخبار يعني ما يحدث طوال الشهر أو طوال الأسبوع فمن هنا جاءت فكرة إطلاق النشرة الدبلوماسية التي تجمع أهم الأحداث التي حدثت في هذا الشهر وبعض المقالات بعض المعلومات يمكن وقفناها الآن من فترة كم شهر لأننا قاعدين نسولها إعادة إنتاج مرة أخرى إن شاء الله مع العام القادم لكن الجميل في فكرتها أن هي تجمع أهم ما جرى خلال هذا الشهر من إنجازات دبلوماسية في ملف واحد كان يصدر ورقي بعدين رجدنا أن الناس تميل إلى الكتروني أكثر فاكتفينا فيها كالشراء الكترونية ولكن باللغتين طبعا العربية والإنجليزية بتحدث أكثر عن الإعلام والدبلوماسية برأيك دكتورة كيف تعمل الدبلوماسية مع الإعلام؟ أنا أرى من تجربتي أن أي دبلوماسي ناجح يجب أن يكون كذلك فيه إعلامي ناجح أو يمتلك على الأقل بعض المهارات الإعلامية لسبب مثل ما الإعلامي قضيته أنه هو يحمل رسالة أو كلمة أو ينقل صورة كذلك الدبلوماسي نفس القضية قضيته يحمل رسالة بلده إلى الخارج ومهم جدا أنه هو يكون منفتح مع وسائل الإعلام يعرف التعامل معها وإحنا في البحرين ما عندنا شي نخشى بالعكس يعني إحنا يجب أن نكون مفتحين لأنه عندنا الكثير من القصص النجاحة اللي إحنا يجب أن نرويها للإعلام سواء في الداخل أو في الخارج فأنا أجد أن العمل السياسي والإعلامي بالعكس يعملان مع بعضهم البعض ويجب أن يعملان كذلك لخدمة مصلحة من الكثير بحرين هذا الفعل ملف المرأة كونتش مرأة دبلوماسية أكيد يلقى اهتمام وحظوها بالنسبة لك وأيضا مو بس أنتش مرأة دبلوماسية مجال تخصصتش في الدكتوراه أيضا كان عن المرأة كيف تعصفين المرأة ووجودها في المجال الدبلوماسي في العالم وفي البحرين طبعا السنة 2020 تشرفنا أنها هي سنة المرأة في المجال الدبلوماسي وهذا اندل على شيئنا ما يدل على الدعم الكبير اللي احنا محظوظين فيه في مملكة البحرين لدى صاحبة السمو الملكي لأميرة سبيكة بنت إبراهيم أو خليفة حفظها الله والمجلس الأعلى للمرأة الذي يدعم المرأة البحرينية في كافة المجالات سواء هي تعليم أو صحة أو هندسة أو غيرها والمجال الدبلوماسي ليس بمنأة عن هذا الدعم اللي احنا نتشرف فيه طبعا نفخر أن المرأة البحرينية تعمل في كل مجال في كل قطاع هي حاضرة وهي موجودة وفي الموجال الدبلوماسي موجودة منذ السبعينيات أي منذ التأسيس قد يكون النسب في البدايات قليلة ولكن هذا ليس غريب لأن لو تشوفين نسبة تواجد المرأة في القطاع الدبلوماسي في كل أنحاء العالم هي نسبة منخفضة يعني هي شيء عالمي وبدأ يتزايد مع الوقت والبحرين كذلك الآن احنا أكثر من 30% من العاملات أو الموظفات وزارة الخارجية من الدبلوماسيات نساء وهذه نسبة تعتبر جيدة جدا ونفخر أن إنتي حين لو تشوفين بعثاتنا في الخارج ستجدين دائما أن الأنصر النسائي موجود وبفاعلية فالحقيقة وجود المرأة منذ التأسيس إلى الآن مو شيء غريب على مملكة البحرين في كافة القطاعات هي موجودة لكن أيضا أن نرىها في المجال الدبلوماسي تحمل رسالة مملكة البحرين تتحمل الغربة في الخارج تعيش هناك في غربة وتعلمين الصعوبات التي تواجهها لكن لأنها في سبيل هدف أسما وهدف كبير وهو خدمة وطننا طبعا كنت تحدثت عن بعض الصعوبات مثلا من جابت ليبنائت خارج البحرين في تركيا يعني أكيد خلال عملتش الدبلوماسي واجهتي العديد من التحديات وأي مرأة دبلوماسية قد تواجه تحديات شبيهة برأيك ما هو أبرز تحدي؟ طبعا دائما هو التحدي لدى أي امرأة في كل العالم يعني حتى في البحرين كل مكان هو أن نتوفق بين عملها وبين التزاماتها أمام الأسرة وربما هذا التحدي اللي كان عندي سواء كنت في الخارج أو سواء الآن لكن حقيقة يجب أن نوجه تحية للرجل البحريني اللي هو داعم رئيسي للمرأة دائما والمعروف بدعمها وبانفتاحها وأنا حظيت بدعم عائلتي وبدعم زوجي ولولا الدعم هذا ما تستطيع المرأة أن تحقق كل هذه الإنجازات إحنا مجتمع في تكامل في تفهم المرأة البحرينية داعمة دائما لزوجها وكذلك الرجل البحريني فبذلك تستطيع المرأة أن هي تتغلب على كافة هذه الصعوبات حبنا نتقل الحديث عن الدبلوماسية ولكن بعيدا عن الدبلوماسية الدكتورة توقع من الأمور الجميلة اللي لابد أن نذكرها هو النجكنسي المترجم الشخصي الفوري لتريزامي في 2016 رئيسة الوزراء البريطانية السابقة لمن كانت مشاركة في القمة الخليجية البريطانية في البحرين حدثينا عن هذه التجربة بعيدا عن الدبلوماسية نعم هذه طبعا أقدر أقول أن أهم الحدث يمكن في حياتي المهنية شرف جدا كبير لا يوصف أن أنت تكونين مترجم في هذه القمة أمام جلات الملك حفظه الله ورعاه وقادة دول مجلس التعاون مسؤولية كبيرة ولكن هذا يدل على شيء يدل على إيمان نبوزات الخارجية بقدرات الشباب البحرينيين وإيماننا طبعا بمملكة البحرين أننا نحن في مختلف المناصب مختلف المهام ندعم ونقدر ونعطي الدور للبحريني الذي يثبت دائما بسبب حبه لقيادته ووطنه أنه قادر أن يقوم بأي شيء بالفعل وبعيجة عند البلومانسية أمانة عندك العديد من الأمور التي تقومين فيها دكتورة يعني على سبيل المثال شاركتي في العديد من المؤتمرات الأكاديمية في فترات يعني معينة من حياتك كيف تجدين هذه التجربة وكيف استطعت التوفيق بين العملين في ذات الوقت أنا أحب مثل ما تكلمنا أحب التعليم وأحب الأكاديمية يعني هي تبقى دائما يعني هواية أو يعني شيء أنا أحب القيام به لأنه دائما لما أحب أخذ بريك من ضغوطات العمل أجد نفسي أقوم ببحث ما أو أتعمق بموضوع ما سواء في موضوع يقص المرأة أو العمل الإعلامي أو النفسي أو غيرها لدي كثير من الميون أستطيع أن أوفق لأنني أنا دائما أعتبر العمل هو الشيء الرئيسي في حياتي ولكن هذه الأمور الأخرى هي الهوايات اللي أجد فيها المتنفس أني أنا أقوم بالأشياء التي أنا كذلك أستمتع فيها فيستطيع الإنسان طالما الإنسان عنده الطاقة وعنده الحمد لله الصحة وعنده الباشن أو الشغف يستطيع القيام بالكثير من الأشياء ومش بفقط شيء واحد صحيح لما ذكرت الشغف هذا الكلمة فتحت لنا باب للحديث عن الأمور اللي ما نعرفها عن الأمور الخاصة التي تقوم فيها الدكتورار والسيد في أوقات فراغها يعني أنا لدي شغف مثل ما تكلمنا بالعديد من الأمور قد يكون قضاء الوقت أو القيام بفعاليات خاصة بالأطفال هي أحد الأشياء اللي أنا أستمتع بالقيام بها كثيرا مع فريق من الأصدقاء نحاول دائما نقل آخر نقوم بفعاليات خاصة بالأطفال وجودي مع الأطفال دائما أنا أقول لهم يذكرني بالجانب الجميل بالإنسان والجانب الجميل بالحياة فلما تشوفين الطفل ببراءته رغم أنه في ناس يعني تحس أنه يعني أنت عمل وضغطه أخرتها بعد أطفال وتجمعات للأطفال وهيلة وكذا أقول بالعكس لما تشوفين الأطفال وتقاعدين معهم أنت يعني تريني الوجه الجميل للإنسان فيمكن هذا السبب اللي خليني دائما إذا ما تجديني فيه عملية ستجديني ولئ ومو قاعدة أقرأ أو مسافرة لأن أنا أحب السفر كذلك طبعا بكون موجودة أكثر شيء مع الأطفال وانت أنت جربة جميلة نفتخر فيها في مملكة البحرين بالرغم من يعني صغر سنتش لأن أنت قدرتين مثل ما قلتها أنت تكونين في العديد من المجالات فاسمحي لنا أن نقول لك كثيرا إحنا فخورين فيك في مملكة البحرين وطبعا قبل أن نختم هذه الحلقة بودنا أن نتحدث عن القادم الجميل ماذا ترى الدكتورة أرواف المستقبل القادم أنا بالنسبة لي أؤمن بشعار أينما عمبتك الله أزهر فأنا أينما سأكون في أي مكان في أي موقع في أي مهمة سأحرص دائما على أن أعمل الشيء الذي أخدم فيه طبعا بعد الله سبحانه وتعالى وطني وبلدي وقياتي فمجالات كثيرة وأنا أرى دائما أن الحياة فيها فرص كثيرة ومتنوعة وعديدة وأن الإنسان يجب أن يستغل هذه الحياة بأنه يخرج منها ولو سوى تغيير جدا بسيط يمكن ما يقدر يغير وايد مثلا في كل شيء حوله إلى الأفضل طبعا لكن يحرص أنه هذه الحياة يكون تارك فيها أثر طيب في قدر الإمكان أو سوى تغيير للأفضل قدر الإمكان في أي مكان كان فيه سواء كان فيه عمله كان فيه دراسته كان فيه أسرته أو إلى آخره فأنا حط هذا الشعار دائما أمامي فأينما أكون سأحاول أن أزهر أحاول أن أفعل الشيء الذي يجب فعله بذل الله تظهرين دائما كما أنت مظهرة بسلامين عزيزتي كل الشكر وتقدير لك سعادة السفيرة الدكتورة أروى السيد مديرة إدارة للتصالة بزارة الخارجية على قبول تدعوتنا في برنامج حوار دبلماسي وكيد لابد من كلمة ختمية أنا أشكركم جزيل الشكر عزيزتي سبيكة يجب أن أقول أن أنت كذلك من الطاقات البحرينية اللي إحنا نفتخر فيها حقيقة وأنا تشرفت في هذا الحوار وأشكر إذاعة البحرين على حرصها على أنها تستضيف دبلماسيين البحرينيين وتظهر قصص النجاح هذه للعالم أنا تشرفت جدا بوجودي معكم وأتمنى أن أكون استطعت أن أنقلت تجربتي أو الأشياء الإيجابية في تجربتي عبر هذه الحلقة شكرا لك وإحنا أيضا تشرفنا إذن مستمعين بهذا نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج حوار دبلماسي على أمل نحن نسقي معاكم في حلقة قادمة تقبلوا مننا أجمل وعلى بالتحايا في أماندى ترجمة نانسي قنقر شكرا